السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناة حلوية للسعيدة اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم مربى البرتقال ناجح مئة في المئة كي جلديد وسهل في التحضير وغادي نوري لكم كيفاش تخزنه يبقى لكم كتر من عام بسم الله على بركة الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد لدي هنا كيلو ديال البرتقال وليمونة حمضة سوف نقشر ان شاء الله بسم الله على بركة الله سوف نقشر على هذه الطريقة الطريقة المعتمدة عند اي واحد على هذه الطريقة وكن حاول نحيد له هدك البيض هدوك القشرة البيض ما كنخليه لهش لانها هدوك هما اللي كي مررين اه سواء الكونفيتير اي المربى او العاصر كنحاول نحيدهم زيان حتى ما كي بقوش نهائيا وكنحيد هدوك الجلدات ديال برتقال كنحيد جلدة نهائيا ما كنخليش هدوك الجلدات حتى هما كيديرو المربى لكان المندارين كي يكون طريق اما نافيل كذروري تحيدو له هاد هالطريقين كنديرها حتى كنحيد هادوك الجلدات هادوك كي ما كتلاحظو وكنخلي غير هاد اللوب ديال البرتقال سوف نستمر على هاد طريقة حتى كنقشر البرتقال ديالي كله صافي من اللي كان ساليف تقشير هنتم كتشوفو كي كي يجي اقشرت حتى الليمون الحمضة سنجلب بول كبير كثير من هذا نضيف بورتقال نضيف كيلو السكر نضيفه جيدا نضيفه جيدا على هذه الطريقة نضيفه جيدا نضيفه جيدا نضيفه جيدا نضيفه جيدا نضيفه فيها ليمون ديالنا. اي البرتقال. صافحة كنديرو كنديرها فوق النار مهيلة. من نجهد الهاش النار. كنديرها فوق النار وسكون النار مهيلة. صافحة ندرتها على النار دابا. قد نخليها حتى كتب ان شاء الله. هنا عندي هذوك القشور ديال البرتقال. هالطريقة هذي كتعجبني هنا في المربع. لانما كنخليله شقا على القشور نهائيا. كندير واحد شوية القشور. غير القشور برتقالة وحدة. وكنحيد لهم ذاك اللب البيض. هو اللي كي يمرر. على هالطريقة هذي. كنحاول نحيدهم زيان. وكنقطعو كاشريطة رقاق بزاف. على هالطريقة هذي كما كتلاحظو. كنقطعو اشريطة رقاق بزاف. صافحة ندرتها لهم. تقدروا تديرو هالطريقة تقدروا ما تديرو اشلي كيبغي شوية المرورة في البرتقال. ولكن ما كيجيوش مرين كيجيو كنعس لهم ما كيجيوش مرين. حتى كيرجعو لهاد الشكل هذا. كيكونوا رقاق بزاف. وكنجيب واحد كاسر هنا كندير فيها شوية دلمة. وكنديرهم اغليو شوية حتى كيتلقو ديك المرورة ديالهم. صافحة هنا يراغ غليتهم. هنتم ما كاتشوفوا. وصفيت داك الماء. هو كيكون مر هاد الماء هاد را كيكون شوية مر. وكننا عاود ندير لهم ربع كاس ديال الماء. وثلاثة المعالق كبار ديال السكر ثانيدا. واحد نصف حمضة عصرته واحد شوية. ثلاثة المعالق اولا اربعة ديال السكر ثانيدا. وكننا عاود نرجعو لفوق النار حتى كيتتعسلوا هاد الشرائط ديال قشرة البرتوقال. صافي هوا ما اتعسلوا معانا هنا اياه هنتم ما كاتشوفوا. دا من اللي اتعسلوا هاد نطفع ليهم النار نخليهم على جنب. وهانتم ما كاتشوفوا هوا المربة كيطيب. صافي هاد الشرائح دا المعسى لدي القشرة البرتوقال هاد نخليهم على جنب. حتى يطيب معايا المربة. ها هو طبع عندنا المربة هنا يا. بدك قريب يطيب زي ما. هانتم ما كاتشوفو وراء ضروري تخلي وهي طيب مزيان. كي اللي كي يخلي غير بحال هادك الصورة اللي وريت لكم من قبل. را كي يبقى فيه المتمة. اما هنا يرى كي يجي مع السل. وكي يجي عاقد. صافي دا بغض نطفيله النار. وغض نميكسيه شوية تحنو بالميكسر. قبل ما ندل فيها هادوك الشرائح المع السلق ديال قشرة البرتوقال. انا غضي نميكسيه واحد شوية. وتقدرو تخليها هكاك. تقدرو تخليها غير هكاكرا كي يجي زوين. اللي كي بغي هادوك الاطراف ديال المربة. انا كنميكسيه واحد شوية. وهانتم ما كاتشوفو كي يجي. كي بقى فيه واحد شوية الحبيبات. عاد كنزيد فيها القشرة المعسلة. كي يجي بيهم الديد كي يجي صراحة رائع قا اللي دقوا عندي كي يعجبوه. انا شخصيا هاد هي الطريقة اللي كتعجبني في المربة ديال نافيل. سوف يوجد معنا المربة. انتم ما كاتشوفو كي يجي. بقي ذا بسخون. نطلق معاكم من بعد ما يبرد ان شاء الله. سوفي هوا برد شي شوية. ما زال خلاص باقي واحد شوية دافي. سوفي من اللي برد هاد هي الطريقة اللي كندير انا باش كنحتفظ به في المجميد. سوف نجيب هاد البوتى تهادو. و وكندير هاد الناس. بنره المربة في المجميد. ويبقى اكثر مرات عام. خاصة تبغيت جبدي كي تجيو ذا بها شوء اللي بغيتي وتعود التجيبع البوتى للمجميد. كيبقى عندك مدة طويلة بلا ما تديريه القاعدة في قراعي لوالو وكي نحتالي حصفات ديال القراعي نتاوو كيبقى مزيان صافيو كننغطي دابة ونديرو في المجمد وهناي درت هذا القرعة حتى هذا كنحتفل بيه كيبقى طلجة ما كيبقى لوالو تاوو كيبقى مزيان اللي نرى طيب مزيان مبقاش فيه الماء هو المربق الى بقى فيه الماء هو اللي تخافو عليه يخسر ليكم وهنتم ما كتشوفو كي كي يجيها ودب بردم زيان وكيبانوا فيها هدوك شرائح المعسلة ديال القشور البرتوقال كنتمنى انكم تجربوا هذا طريقة هدي ديال المربى راكت جي رائعة وناجحة مية في المية وكنش كل المتتبعات ديالي انا غبت عليهم خلاص ولكن يسمحوا لي بزاف لأول مرة كنت دخل القناة ديالي لعجبتها هاد القناة ديالي دير ابوني وتبرتجي هذا الفيديو ديالي مع الاحباب والاصدقاء وضغطوا على الجرس بس يبقى وصلهم كل جديد بالصحة والراحة في امان